في شأن آخر وفي طريق تجسيد خريطة طريق القطاع الفلاحي لسنوات 2020-2024 شرعت موديلات المصالح الفلاحية لولاية العامة في تجسيد تعليمة الوزرية 854 بتوزيع الأشجار المقاومة على الفلاحين بتقديم الدعم الفلاحي وعتاد السقي على فلاحية الولاية حيث تم توزيع الزيد من 42 ألف شجرة من نوع الفستق وتحديداً 42 ألف وثمان ومئة شجرة من نوع الفستق والمشمش وكذا البرقوق العملية لقت استحساناً وسط إشادة كبيرة من طرف فلاحية المنطقة سيد عليمة ماضي استصت الوزارة لولاية العامة حوالي 7 ألف شتلة فستق 21 ألف شتلة مشمش و14 ألف وثلاثمية شتلة برقوق وذلك بمبلغ مقدر بـ 19 مليون دينار جزائري نشكر الحكومة اللي رهاد دعم في هذه السجرة في الفلاح في الضوف كذلك يقولك ما تنجحش لا خاطر ما أعطاهش قيمة نحن رأنا خارجين لها في العقلات راحة كل حاجة راحة تنجح في الحقيقة هذا هو الثمان عندنا إن شاء الله الصجرة تبارك الله عندنا النخلة فقوس الأغراس الرطب الحمد لله يجدوا عندنا إن شاء الله عندنا تطور أكثر من هذا حتى يقتصد عننا هنا في مغرار طائرة مغرار خيمة سورد من جهة أخرى ويكون تانين نشاط العمال البطالين يخدمتان ترجمة نانسي قنقر